السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ووزارة المالية لصرف رواتب المعينين المتفرغين الجدد والبالغ عددهم 57 ألف مستفيد بينما حددت الأول من شهر آبل مقبل موعدا لاستقبال طلبات المستفيدين مسبقا من الشريحة المذكورة والخاصة بتغيير المعين المتفرغ وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عصام عبداللطيف في بيون ان الهيئة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية من خلال كتب رسمية بغية اطلاق تخصيصات نحو 57 ألف مستفيد من المشمولين الجدد براتب المعين المتفرغ لذوي الإعاقة ممن اكتملت معاملاتهم سواء صرفت لهم بطاقة الماستر او لم تصرف ومن اجل صرف رواتبهم خلال العام الحالي 2020 واضافة انه ستتم عملية صرفها مع دائرتين الموازنة والمحاسبة القانونية في وزارة المالية اضافة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل النظر في امكانية توفير التخصيص المالي لذلك مؤكدا انه في السياق نفسه ان الوزارة باشرت باجراء تحديث البرامجيات الخاصة بالهيئة لجعلها اكثر حداثة وتطور بما يخص استقبال طلبات المستفيدين واشارى الى انه تم ايقاف النظم الالكترونية الخاصة باستقبال طلبات المستفيدين حتى نهاية شهر تموز المقبل لافتا الى تحديد الاول من شهر ابل مقبل ليكون موعدا لاستقبال طلبات تغيير المعين المتفرغ للراغبين منهم بذلك ترجمة نانسي قنقر